أعلنت حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية خلال احتفال اسمي توأمين من البند العملاقة وردا في تموز ويشكلان أول حيوانين من هذا النوع يبصران النور في البلد وكانت توأمان المسميان رويباو وهويباو وردا في السابع من تموز في منتزه إفرلند الترفيهي قرب سيؤول أشارت حديقة الحيوانات لأن حوالي نصف مليون شخص صوتوا عبر الانترنت لاختيار اسمين لهما فيما دعي غضد منهم لحضور الاحتفال وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قدم إيباو ولوباو وهما ورداء البند التوأمين لكوريا الجنوبية عام 2016 وخارج الأرض الصينية فمت فقط نحو عشرين حديقة حيوانات تضم البند التي تمثل رمزا صينيا للصداقات الدبلوماسية وعادة ما تعير بكين البند إلى حضائق حيوانات أجنبية يتعين عليها إرسال أي دب يولد فيها إلى الصينة ترجمة نانسي قنقر